وسط استمرار وجود المقاتلين الأجانب وخلافات القوى السياسية بشأن القوانين المنظمة للاستحقاقات الرئاسية الليبية تساؤلات طرحت بالأمم المتحدة عن الانتخابات المقررة قبل نهاية الشهر الجاري الوصول إلى انتخابات رئاسية في ليبيا ليس آخر من المصار ولكن هي وسيلة فقط وليست الغاية في حد ذاتها الولايات المتحدة الأمريكية من جهتها أيضا أبدت مخاوف من تأثير العنف والمجموعات المسلحة على سير الانتخابات يبدو أن عدد من الدول التي تريد بقاء الوضع على ما هو عليه ولا تريد لليبيا أن تصل إلى تاريخ الانتخابات وهي تحاول من خلال نفوذها بالمنطقة وبمجلس الأمن أن تؤثر على مصار هذه الانتخابات تأتي هذه المخاوف مع دخول ليبيا مرحلة حاسمة من الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر التي تخيم عليها الخلافات بين الأطراف المتنافسة وكذا التوترات الميدانية المستمرة ترجمة نانسي قنقر